السيد عليها حمام سلام عليكم عليكم السلام عليكم اصفر تحياتي بحضرتك والحضرتين سيدا المشاهدين السيد عليها دلوقتي جان خبر انفراد عمال الزمالي قرروا انهم يتوجهوا لمبنى وزارة الشباب والرياضة يوم الحد لعمل وقفة محترمة قانونية عكا بصوتهم يوصل للسيد رئيس الجمهورية وما أبضوش تلت شهور نبدأ معاك بتعليقك على هذا الخبر ما أبضوش تلت شهور ده رئيس الزمالك صارع يقول لك انا عديد رحمد فتحي والسام عشور بس مستنى كانت لون يقول وانا معايا فلوس وما عنديش أزمة طيب ما انا بقول لك هو لماذا انا مصدعك انا مصدعك انا بس بقول لك رئيس الزمالك انا ايه يعني طيب الحل ايه في موضوع القبض بتاع العمال دولة يا سيد علاء اول حاجة انا طبعا قلت ليه تصليح نادي الزمالك عشان اباين للناس ان رئيس نادي الزمالك اه بيقول اه تصراحات وهي غير حقيقية هو في ازمة مليلة اه الدليل ان هو دايما بيصدر ازمة مشاكل للدولة اه في الظروف اللي زي دي اه دايما ما يقبرش لهم الموظفين دي كارثة اه القادة السياسية كان كلامها واضح اه ما تكلمش كمان على جهزة الدولة او على المنشئات الدولة او على القطاع العام او اه شركات الاعمال القصة بالدولة لقال كمان الكطاع الخاص لقال الكطاع الخاص بيقابة مرتباتها وما يخصموش منهم اي حاجة انت ساحب رخصتين من فندوقين كبار جدا في الغرداء علشان عد عشر تايام من الشهر وما ابضيش عمالهم مرتب شهر مارس انا شايف ان رئيس نادي الزمالك بيلعب لعبة خاطرة وان هو دايما بيصدر مشهد الأزمات للدولة المصرية وشايف ان الفترة الجاية دي هيبقى فيه موقف حق المعاه خاصة انت مسألت الأمور المالية اللي خاصة بالموظفين والعمال تمام بسألت ان الموظفين والعمال يأخذوا قرار ان هما يروحوا قداموا ضبط رياضة يوم الحد ده ناتج من اليأس ان الناس ده لها يأس عدد كبير ما عبضش بقاله طنج شهور حاولهم للتحقيق بتهم غير حقيقية غير وقعية هما عملوا وقت عشان خاطر لطلبوا مرتباتهم تمام خرج واتهموا من هما كانوا عايزين يطاع محور وعايزين يعملوا شغب وعايزة اقوله لما انت قلت كده ما شوفناش حد اتقبض عليه مش ناسو الزبط الداخلية او جهاز الامن الوطر قرر وقال لك انا قبط على الناس عشان قطعوا طريق او هددوا السلم العام او عملوا اي شغل كلام اللي انت بتقول ده مش حقيق ده لي ما بيش حطب عليه يبقى انت بتقول كلام غير حقيق ما حصلش نازي كل طلباتها لها طلبة تأخذ مرتباتها فانا كشاف ان هما يفكروا ان هما يروح يوم الحد والزبط الياضة ده من اليأس هما كده وزدوا مرحلة اليأس طيب طيب ماشي تفضل على خلص الملفنا هلو ايوة سامعك تفضل هلو ايوة سامعك 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 يا سامعك يا هلا اتفضل سامعك اه طب قلنا حضرتك من وجهة نازي طبعا لازم يكون في موقف حاسم يعني عشان نقل تفضل ان الملف ده وقت طويل وزا موقع حضرتك رئيسنا الزمانك بازمات ومشاكل للدولة المصرية في وقت الدولة مشهولة بحاجات كبيرة جدا وحاجات مهمة جدا اهم من تصرفاتي طيب نروح للملف الاول اللي معانا في ملف الكورة اه النهاردة اه الكل بيتكلم عن كلام مرتضى منصور انه جاهز لاستقدام احمد فتحي وحسام عشور في الزمانك هل لديك تفاصيل في هذا الموضوع انا بس عايز اوبر حاجة عشان انت مبير احوانا معك على الهواء تفضل فجئتني وقلتني زوجة الكابت المحمود علاء مادم ايمان الكابت المحمود علاء مجددش اه ومش هيجدد الا لما يتقدر ماليا اه مش انا اللي قلت تحدي باعت في اللايف لكن انا مش متأكد من المعلومة اه الكلام دا مش حقيقي خالص انت انصيري تويتا وانا كنت معك على الهواء عاربتش هتأكد الكلام دا غير حقيقي خالص مش حقيقي تمام دي تويتا موفرة بركة تمام مش موجودة اصلا الله ينور اه وهي اه وضحك الامر دا دا اه حاجة فاك كده ناس عاملاها يعني اه اه فاكرا اه مش موجود خالص الله ينور عليك اشكرك على اشكرك على الاضاءة لكن كده ننبرح يا جماعة كنت حريص لللي معايا على اليوتيوب واللي معايا على البيسبوك قلت يا أستاذ علاء حد كاتب لنا بيقول فعايزين نتأكد لاننا ما عنديش معلومة الأستاذ علاء اتأكد وقاب لكم المعلومة ليس هناك اي شيء منسوب لزوجة علاء محمود علاء وعنما كتب على لسان مدام ايمان زوجة محمود علاء لا اساس له من الصحة وربما تطلع مش مدام ايمان اصلا ولا اسمها ايمان كمان الله اعلم دا والاسم سالين بس طبع الكلام غير حقيقي لا تطرقت للموضوع دا لا من قريب ولا من بعد طيب بدل اتكلمت في الملف دا زكرنا تاني بموقف علاء محمود علاء حتى اللحظة قبل ما نروح للتصريحات مرتضى الخاصة بحما تفتح وهم سمع شور احنا برضو نلجح تاني ونقول الكابتل محمود علاء وقع العود والعود برضه عند رسمة الزمانة والرجل من حمود محمود علاء ومحمود علاء لم يتقاضى مقدم تعاقد تمام حتى هذه اللحظة والكلام دا كله من قبل ازمة كورونا تمام من قبل مقارك حظر التجوال وقبل الازمة اه والوباء اللي احنا فيه في الفترة حالية تمام 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 لايكات على كد ما نقدر لو سمحتو كان التفاعل يعني مش عارف انتو بوخوا ليه في اللايقات يا جماعة اللايقات بتزود التفاعل يعني لو سمحتوا فيسبوك يوتيوب احنا معاكم في بس مشترك على اليوتيوب وعال فيسبوك لايقات على قد منقدر كان التفاعل يزيد لو تكرمته لو تكرمته واي حد بيشتم الله يسامحه اي حد بيشتم الله يسامحه يا ابني يا متخلف انت وهو دا اللي بيشتم احنا هنا ما جبناش سيرة الزمالك بمقروه احنا بنحترم كيان نادي الزمالك انت هول وما بتفهمش مش زنبنا انك انت عايز الزمالك يتهد على كان انت خاطر عايز تشتغل بقرنين لمرتضى منصور اللي دمر نادي الزمالك احنا هنا اصحابك المتحق كلامنا مش عاجبك هوينا وفي ستين دهية ما عندناك استعداد نرد اي سب ولا اي اشتيمة احنا في ايام مفترجة وما عندناك استعداد لنشتم حد ولا نتجاوز في حق اي حد ومسامحين اي حد يشتم لكن احنا من اول الليف لم نذكر اسم الزمالك الا بكل خير وبنفصل ما بين مرتضى وما بين الزمالك اللي مش عاجبه كلامنا يهوينا ويعم حقك علينا ان احنا عاملين لك اسعاد وعملين لك ورن في القلولو انت ومرتضى منصور وارجوك احنا في ايام مفترجة متعايزين نشتم ولا نقل ادبنا متفضل يا سيد علاء اتفضل يا علاء احمد فتحي وحسام عشور اه رئيس زمالك اه قبل اصرحات بنوبة نظري هو بيبيع الوهم اه كده بيبيع الوهم في حق اي اي اه يقول لك انا معايا فلوس اه اه احمد فتحي وحسام عشور لكن انا ما بخطبش اللعيبة زي الاهل ما خطب اه اه محمود كهراء اه اه وانا هل سيب القرار ليه سيدهم لو كرتلون قال اتفقد مع احمد فتحي وحسام عشور انا هتعقد اه طبعا ده اه كلام بعيد خالص عن الواقع ليبقى لانه قبل اتفقد مع عبدالله السعيد وعبدالله السعيد كان مبسك بالناجل الاهل تمام وكان يبتاد القميس الاحمر تمام ولما كان معايا فلوس راح عبدالله السعيد مليون جنيه كاش تمام هو دلوقتي معاوش فلوس وبيقول كهام غير واقعي وبعيد خالص عن تصرفاته السابقة تمام اه كم من بيدافع عن حسام عشور وحمد دافتي هو مال بقولك بيتبهدله ومش بيتبهدله هو مال اللي كان هو وبيطالب الاعلام انه هو يركز شوية مع الاهل طب ما تركز لده طب مع النبي بتاعك انت مالك انت ومالك ايه علاقتك واللعبة دي بتلعب عندك ارحمه يعني ما تفكر في النبي بتاعك ايه علاقتك انت ايه ايه ياخده يجددلوهم شيء انت هي علاقتك ايه 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 يعني انش عايز ايه عايز الاعلام يركز مع الاهل طب ما تركز دلتا مع خريقك ما اعرف شوه تحس انه هو قاعد على خزوه احمر ما تعرفك يا عنده ورم انت حاجة صعبة يعني تفضل اه ست بالعنا النهاردة عريفت اه اه منطقة الكناب المالك اه اه في العشر كذا دي اه عجبني جدا 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 ايه هو بقى احد صفحات الزماني الكديم بيقول لك القناة العشر في اخر عشرة ايام وقت ده نهج اه تحتين صورة رئيس النادي والتفخين فيه الناهج الثاني الحديث عن النادي عن النادي لانك البرامج كلها من الصحر عن النادي لا لا والنادي والنابي لحظة الحاجة الصراعة غريبة والنابي لحظة على صفحات الزماني اللي كانت بكينة اه اقسم بالله العلي العظيم ناس محترمة وبتفهم شوفوا قالك هي قالك يا جماعة الصفحات الزمانيك صفحات الزمانيك اللي هم الزمانكوية المحترمين الزمانكوية المحترمين الشرفاء هم مش عبدالنصر زدان ولا على أمام قالك يا جماعة من الاخر دي قناة نص وقتها مدحف مهتضى منصور والنص التاني سب في الاهلي يعني فين الزمانيك طف القناة لا اخبار عن الاهلي نص التاني اخبار عن الاهلي طف فين الزمانيك في القناة يعني كلهم بيتكلموا على احمد فاتح وحسام عشور زي ما يكون احمد فاتح وحسام عشور بينعبوا في الزمالك لا ده بيتكلموا ده سلوعة كمان كاتب عليه عجابي جدا لا قول المتقناء بكل براميقها نص رئيس نادي الزمالك والنص التاني محمود الخفيد بس الاول مات رئيس الزمالك والنص التاني هجوم على محمود الخفيد اه بعيد عنك بقولك الخزوء احمر متعب قوي حتى المراهم بتاعت الحرقان مالش نفع معا اه زي بقول لحضرتك طبعا لا لا رئيس الزمالك دي طبعا كلها ادعى من الواقع اه معا فلوس ساحتي ولا معا فلوس اه عشور اه وقال لك لمستان رأي كارتلون وطبعا هو لا هياخد رأي كارتلون ولا هيتكلم معا خلص الموضوع لان هو ما يملكش اه الامور المالية اللي يجبر يافي بيها طبعا يحصل على توقيع قساتي او حصام عشور اه حاجة تانية في ازمة اه بصة كبيرة بين اتحاد الكورة وبالرئيس نادي الزمالك هو على طول في ازمات مستمرة بينه وبين اللجمة الخمسياري بتدري اتحاد الكورة اه طبعا عارفة الكورة اه ناقش مسألة تخصيض اه لعبة الاجانة تخصيض عدد اللعبة الاجانة تمام عالي خليونك بدل ما هم مرضع اه اه والكلام ده من الموسم المقدس اه فانا جات لي معلومات المرئيس الزمالك رابط الخامس انا دي وعايز يحافظ على اربع اجانب زي ما هم كل فريق دولة 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 اربع اجانب تمام فعن فيه فرقة كتيرة مضحبة حاول تخصيض عدد الاجانب اه منهم المولين العرب بولد الطائع و اه نادي قانطة عندها قيرة شايفة اني وجود اه اجانب كتير بعالي ضربة لعبة ده بيقل الفرص اه تعب الناشئين واللعبة المصريين والمصريين الشباب في فرقة الدولة فطبعا خصي الزمالك هيصطدم اتحاد القرى لفترة الجاية لما اتحاد القرى يعلن عن قرار الرسمة يصطم ايهم طبعا ويتكلف مثالة المرافق خالص مسألة تقصيد عدد الاجانب اللي بعد اه عندنا تصريح مهم من رئيس نبي الزمالك وانا برضو باعكبره من التصريحات الوهية الخيالية قالك انا بدعم المهندس هانا بوريدا ماشي دحقه بس قالك انا ضحيك خمسة وتسعين نادي من الانبيات الدوري والانبيات المصريية في نجس السابق وكل جمعان عمومية بتوصي خطائي وقدر اطمع جمعان عمومية ان هما يمنحوا صوتهم لهانا بوريدا ده كل اللي حضروا اصواتهم مشي اششالت ايه كل اللي حضروا في النادي اصواتهم اتلغت اه المهم هو بيقول انا جبت خمسة وتسعين نادي انا على اعتقد لما رئيس نادي الزمالك دعت لعقد جمعان عمومية لاتحاد الكرة فالزمالك اللي راحه مرحلش قلبية ولا نادي من قلبية الدور ولا نادي راح من قلبية الدور كل اللي راح طبعا ما احترمنا طبعا للناس اللي راحت كله الناس مسترمين كلهم بنسترمهم اصدقهم انديت الدرجة الاولى والدرجة الثانية والدرجة التالتة ومجموعة من مراكز الشباب لكن ما راحش حد من انديت الدوري علشان يخرجولا انا جبت انديت الدوري وخمسة وتسعين نادي واقضى رقمع جمعان عمومية بلاتحاد هنا بوريدا فطبع الكلام ده ما حصلش زي ما قلنا مفيش ولا نادي من اندي بوريد حضر اجتماع لرئيس نادي الزمالك اللي دعاف نادي الزمالك ساعة مكان لتكلم على الدماء عمومية لاتحاد الكلام تمام اتكلم برضو الموضوع ده احنا كلنا تكلمنا فيه تمام واللي حضروا كان ليهم واللي حضروا وقتها كان ليهم اصوات وبعد تنقية الاصوات اصواتهم اتلغت بعد ايه اللي حضروا كلهم دول مراكز الشباب اللي حضروا عنده مرتضى بعد تنقية بعد تنقية الجداول بتاعت الاصوات حاليا ما لهمش اصوات اصلا تمام تمام اه معلومة ليك يعني تمام انا بس بفكر الناس وبفكرك ان طبعا ده تصريح مبالغ فيه بعيد عن الحقيقة ما حصلش يعني تمام اللي بعده نحنا كنا تكلمنا مبارح في موضوع محمود وادي اه لعيد نادي المصري اه اه وقلنا ان فيا اللي عابين عرضوا عن نادي الزمان لعيد تكلمت الموضوع ده بنافسه وقال ان فيه مفاوضات شفاهية مع وكيله اه وقال نادي الزمان لك نادي كبير لكن انا مرتبط بعاد مع المصري وما فيش اي اه اه فاكسات رسمية او اي مفاوضات رسمية تمت بين ليك وبين المصري تمام تمام اه عندي الو ايوة سامعك يا انا سامعك انت عندك مشكلة في تلفونك سامعك معرفش الصوت كده ساعب يا عم سامعك انت اي اه يا عم انت معك تلفون زبالة قريفنا بقى مش عايزين نتكلم ماشى عندنا اه وكيل العبين اه مرشح اه محمد بنهيري اه جزي الايمن لنادي المغربي ويه محمد الانتكلم على الوداد نهاية الموسم الحالي تمام يعني كارتلوت حاطت معروف يوسف اه ببيل اه يستعين بيه في حالة عدم نجاح المسلي في ضم اه لعيف في خطط المدافع بمصفات معينة تمام اه عندنا زمانك اه خد قرار انه هيتدد اعارة احمد الانتكلم للفريق التعار لنادي الاتحاد السكنداني مش هيرازل عنه ولا يبيعه هيقوم بالتجديد اعارته سواء لنادي الاتحاد او لأحد انديت الدوري اطلب اه اه ضم اللاعب على تجريد اعارة تمام اه عندنا مصطفى محمد الواجم الفريق اه 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 والديته تعبانا وربنا عفاها انه هو بقيت بخير طلها صورة على اه موقع التواصل الاجتماعي ويكتب الحمدالله على سلامتك يا اغلى حاجة في حياة وطبعا بنقول الحمدالله ان ربنا شفاها وعفاها تمام اه دي كانت مجموعة الاخبين اللي عندنا اللي ارضى في الزمان شكرا جزيلا اه استاذ علاء شكرا جزيلا اه استاذ شكرا جزيلا اه استاذ عبدالله شكرا يا حبيبي شكرا اه استاذ علاء حمام شكرا